وحول هذا الموضوع تنضم إلي زميلة صحفيفة I24 News أحلام أثمان أحلام هل من تفاصيل إضافية حول هذه الطائرة التي تحط للمرة الثانية في إسرائيل؟ بشار ليس هناك أي تفاصيل معلنة حول هذه الطائرة وما تحمله من إن كان هناك مساعدات أو لربما أمور أخرى الجانب الفلسطيني أعلن أنه لم يكن هناك أي تنصيق فيما بينه وبين الحكومة الإماراتية بشأن هذه المساعدات كما كان أيضا في أصابق في شهر أيار الماضي كان هناك أيضا حطة كما ذكرت طائرة إماراتية بدون أي شعار يذكر أو يرمز إلى الإمارات هذه المرة الشيء مختلف هذه الطائرة هي طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية تحط في مطار الليد تل أبيب هذا يأتي لربما بحسب الجانب الفلسطيني الذي يرفض أيضا أن تكون هذه المساعدات القادمة من قبل الإمارات تكون فلسطيني قبل قليل وكما أشارت في وقات سابقة أنها لا تعلم أي شيء عن الموضوع ولم يتم التنصيق معها حول شحنات من المفترض أنها تكون مرسلة إليه نعم صحيح ولهذا يرفض الجانب الفلسطيني أيضا إن كانت هذه المساعدات تأتي فهو يرفضها إن كانت تأتي من باب التطبيع والتقارب مع إسرائيل نرى على أن لربما تكون هذه المساعدات أو هذا التصرف من قبل الحكومة الإماراتية لربما هو باب يفتح علاقات جيدة وتعاون فيما بينها وبين الحكومة الإسرائيلية على الرغم من عدم وجود هناك علاقات دبلوماسية معلنة ما بين أطرافين ولكن نشهد في الفترة الأخيرة التحركات إن كان هناك تقارب من الجانب الثقافي الرياضي ومن جوانب أيضا مختلفة هل برأيك أحلام كل هذه قضية الشحنة الطبية ربما تكون هي ليست الغاية وإنما الوسيلة أو الغطاء لتقارب بين الجانبين؟ هذا ما يتكهنه البعض وهذا ما يتداوله البعض من خلف الستار على أن تكون هذه العملية هذه التقارب هذا الأسلوب في الهرولة نحو الإسرائيل في تقارب ما بين الدول الخليجية وليس فقط هذا مقتصر على الإمارات وقد رأينا أيضا على أن السعودية أيضا أعلنت وفقا للصحفة الإسرائيلية على أنها سوف تكون هناك شركة إسرائيلية وكانت في الأيام غطينا عبر قناة I24 News عن الإعلان عن الجالية اليهودية في الإمارات وغيرها من الخطوات كما تفضلت أحلام أحلام رحمان أزميلة صحفية في I24 News شكرا جزيلا لك